لأنها مأرب مضمار التاريخ فيها عرش بلقيس أكبر المعابد في التاريخ اليمني وفيها سد مأرب أكبر السدود وأقدمها ومعبد الشمس ذروة الحضارة اليمنية ها هي اليوم تلفظ عقودا من التهميش والإقصاء لتعلن أنها وطن الجميع وضع الجميع ثقتهم فيها فكان هذا الازدهار الذي لم يتحقق في عهد الاستقرار فتحقق لها في أسوأ ظروف تمر بها البلاد مأرب التي صورها نظام صالح أنها مجرد مجامع قبلية وموطن لمختطفي السواح والإرهابيين وقطاع الطرق مكرسا صورة نمطية سلبية عن هذه المحافظة وأبنائها في أذهان الناس حتى بات السائح يخشاها وعابر السبيل ها هي تدحض إدعاءات صالح وتحتضن أكثر من مليوني يمني بل وباتت محطة لاستقبال الزوار والوفود الأجنبية كسبت هذا التنوع والقبول بالآخر فكانت فضاء متسع للجميع لثلاث سنوات قفزت هذه المحافظة خطوات كبيرة على مستوى البنية التحتية والتنمية في الطرقات والمنشآت الخدمية كما تم افتتاح جامعة ومستشفى وأعلن مؤخرا عن إنشاء مطار إقليمي لمأرب عاصمة إقليم سبا وهي تحمل هذا الهم الوطني روح المقاومة كيف لا وهي الأرض التي احتضنت علي عبد المغني وعبد الرب الشدادي والكثير من أبطال الجمهورية لا تغفل امتدادها ولا مزيجها الساحر من روح البداوة وعمق الحضارة وهي تتنفس فنونها وأسمارها على خيمة البادية لكن الخيام لم تكن للأسمار فقط ففي مأرب ضربت أوتاد الخيام في عمق الأرض لتتشكل ثالث مقاومة ضد ميليشيا الحوثي عرفت تلك الخيام المأربية بمطارح نخلا والسحيل مأرب التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثة آلاف سنة واعتبرها المؤرخون واحدة من أعظم حضارة المشرق أبت إلا أن تصون مجدها وتترك للتاريخ فرصة كتابة هذا المجد على ترابها فكان رجالها الأقوياء الشداد وشراك يا مار بل أم قاد عدنا وعاد يهدي لك